مقاتلات التحالف تعود إلى أجواء صنعاء من جديد وتقصف أهدافاً عسكرية متفرقة في ميليشيا الحوثي عملية عسكرية جوية بعد توقف استمر نحو شهر بهدف إتاحة الفرصة لجهود السلام الأممية الغارات بحسب مصادر محلية استهدفت مواقع متفرقة شملت مقر الفرقة الأولى مدرع وقاعدة الديلمي ومعسكر الصيانة ومعسكري الحفاء والنهدين ومنطقتين عصر والحصبة تأتي هذه الغارات بعد إعلان التحالف في وقت سابق عن عملية عسكرية نوعية في صنعاء محذراً المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي قال إن المقاتلات الحربية نفذت عملية نوعية استهدفت سبعة مرافق عسكرية مساندة تاكع في أماكن متفرقة من العاصمة بينها مشاءة تضم طائرات بدون طيار المالكي أضاف أن الاستهداف جاء بعد عملية استخبارية دقيقة شملت رصد ومراقبة نشاطات ميليشيا الحوثي وتحركات عناصرها لا يعرف بعد عدد الضحايا ولا مدى نجاح الإجراءات الوقائية التي اتخذها التحالف لحماية المدنيين غير أن مواطنين سمعوا سيارات الإسعاف تهرع إلى منطقة الحصبة بعد دقائق من الغارة الطائرات الحوثية المسيرة فصل جديد من فصول حرب تحالف استعادة شرعية مع الميليشيا الانكلابية تعود غارات التحالف بعد تزايد عمليات الطائرات الحوثية المسيرة والتي استهدفت مؤخرا قيادة الجيش الوطني في العند وهو ما أكدته الميليشيا من أن الحركة تقوم ببناء مخزون من الطائرات المسيرة المصنعة محليا ناطق الجيش العميد عبد مجلي قال إن الجيش أسقط سبع طائرات مسيرة خلال الأيام الماضية في مواقع مختلفة منها نهم والضالع ومران والحديدة قبل أن تصل إلى أهدافها وأن هذه الطائرات محملة بكميات من المتفجرات ويمكنها إصابة الكثير من الأشخاص في محيط لا يتجاوز 200 متر تعود غارات التحالف بعد غياب دام أشهرا لاستهداف قدرات الطائرات الحوثية المسيرة وأهداف عسكرية أخرى يرى مراقبون أنه قرار دولي برفع الحظر على غارات التحالف لدعم مساعي السلام الأممية بالضغط على الميليشيا التي تحاول التنصل من اتفاقيات السويد ولتحجم قدراتها العسكرية المدعومة من إيران